اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك عليم بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة قلنا إن السستودز دي هي ايه؟ هي الديدان الشريطية قلنا ديدان شريطية ترجمتها إن هي تيب وورم تيب يعني شبه الشريط وورم يعني دودة خلاص فيبقى السستودز هي ايه؟ هي الديدان الشريطية أو التيب وورم قلنا أول حاجة الجنرال كاركترز بتاعة السستودز أول حاجة يعني إن هي أكيد تيب وورم يبقى هي ايه؟ تيب لايك مش محتاجة خلاص يبقى تيب وورم تيب لايك تاني حاجة بقى إن هي مش إحنا قلنا إن هي تيب لايك يبقى هي ايه؟ يبقى هي شبه الشريط والشريط شكله ايه؟ الشريط بيبقى فلاتند أو بيبقى متبططة يبقى أول حاجة عرفنا إن هي تيب لايك شبه الشريط تاني حاجة إن هي فلاتند أو متبططة طيب تالت حاجة الشريط بتاعنا دوت بيبقى شكله ايه؟ بيبقى شكله segmented يعني بيتكون من segment وبعدها segment وبعدها segment أو متكون من أجزاء يبقى كده هي ايه؟ يبقى هي شبه الشريط ومتبططة ومتكونة من أجزاء طيب وقلنا ان هي كمان ايه؟ ان هي دودة شبه الشريط فهي مش متطورة طيب يبقى مش متطورة يبقى هي ايه؟ ما عندهاش body cavity ويه؟ ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش GIT أو intestine وقلنا ليه؟ تبصير الهلم بتاعها لان هي اساسا بتبقى عايشة جوه لـ small intestine بتاع البني آدم فما بتبقاش محتاجة ان هي بقى عندها intestine في حاجة فهي بقى هي تاني قلنا ان هي tape like أو شبه الشريط تاني حاجة قلنا ان هي ايه؟ متبططة أو flattened تالت حاجة قلنا ان الشريط ده بيبقى متقسم لأجزاء أو segmented رابح حاجة قلنا ان هي مش متطورة ومعندهاش small intestine أو GIT وبالتالي برضو معندهاش ايه؟ body cavity يعني لو اسمناها من نص كده مش هنلاقي اي تجويف جواها وبرضو قلنا ان هي هيرما فرودايت أو خنصة يعني ايه خنصة؟ يعني الميل والفيميل 6 organs بتبقى موجودة جوا السيجمنت يعني السيجمنت هاي؟ جواها الفيميل والميل 6 organs سوا ما فيش منها ميل لوحدها ولا فيه الفيميل لوحدها خلاص؟ قلنا ان هي أوفي بيرس أو بتكون ايه؟ بتكون اجزي يبقى تاني السستودز أو التيب ور معرفنا عنها general characters بتاعتها ايه؟ قلنا ان هي اول حاجة تيب لايك او شبه الشريط تاني حاجة قلنا ان هي متبططة فهي ايه؟ تالت حاجة قلنا ان الشريط ده مش جزء واحد لا ده متقسم لكزا جزء يبقى ايه؟ يبقى سيجمنت رابح حاجة قلنا ان هي مش متطورة فما عندهاش جي اي تي او انتستن وبرضو ما عندهاش بادي كابيتي ما عندهاش انتستن اللي هي التجويف يعني انتستن دي حاجة مجوفة فهي ما عندهاش برضو تجويف جوة الجسمة خلاص يبقى نو جي اي تي او نو انتستن ونو ايه؟ نو بادي كابيتي وقلنا ان هي هيرمافروديت او خنثة يعني الميل والفي ميل سيكسو اورجنز بيبقوا موجودين فيه السيجمنت نفسها مفيش ميل منفصل وفي ميل لوحدها منفصل تمام كده؟ وقلنا ان هي أوفي بيرس او بتكون ايه؟ بتكون ايجز بعد كده بقى نتكلم عن جسمها بيتكون من ايه؟ جسمها بيتكون من 3 اجزاء اول حاجة الراس بتاعتها وبدي بنسميها ايه؟ اللي سكوليكس بعد كده رقبتها اللي هي النك وبعد كده بقى بقيت اجزاء الجسم بتاعتها اللي بنسميها ايه؟ البروجلوتز او السيجمنت تمام؟ يبقى تاني جسمها بيتكون من كام جزء؟ 3 اجزاء الهيد والنيك والسيجمنت الهيد بنسميها اللي سكوليكس وبعد كده النك وبعد كده البروجلوتز او السيجمنت او الاجزاء اللي هي جسمها بيتكون منها حلو؟ طيب الاسكوليكس دوت وظيفته ايه وظيفته الاتتاشمنت يعني بيخلي الدودة بتعرف تثبت نفسها جوه والغ bloc يبقى وظيفة الاسكوليكس ايه الاتتاشمنت يخليها تعرف تثبت نفسها جوه الانتستن بتاعت Congratulations طب بتثبت نفسها ازاي بتثبت نفسها بحاجة من 3 اما يكون عندها suckers اللي هي الممصات وما يكون عندها hooks اللي هي الخططيف وما يكون عندها grooves اللي هي حتة منخفضة كده في الاسكوليكس بتاحها بتخليها برده تعرف تثبت نفسها يبقى تاني اللي سكوليكس اللي سكوليكس دوات ايه هو هو الهيد بتاعة السستودة طب وظيفته ايه وظيفته انه هو يعمل لها اتتشمنت او يخليها تثبت نفسها جوة الول بتاعة definitive host بتاعة الانتستن بتاعته بتثبت نفسها ازاي بطريقة من ثلاثة اما يبقى عندها ساكرز اللي هي الممصات اللي شبه اللي هنا دي واما يكون عندها هوكس اللي هي خطة طيف واما يكون عندها اللي هي ايه حتة منخفضة كده جوه اللي سكوليكس بتاعة بعد كده بقى عندنا النك طيب النك دي وظيفتها ايه اول حاجة ان هي اكيد هتوصل ما بين اللي سكوليكس وهتوصل ما بين بقية البروجلوتس صح يبقى النك دي هي مكان بيوصل ما بين الهيد وما بين بقية الجسم طب ايه وظيفته المهمة وظيفته المهمة انه هو very active يعني بينقصب كتير اوي وبيعمل ايه بيكون البروجلوتس يبقى ثانى وزيفة النك إيه وظيفة النك إن هي بتكوين بقية البروكلوتدز أو السيجمنت tahu السيجمنتز بتاعت السستودام بعد كده بقى البروكلوتدز والبروكلوتدز قلنا بتتكوين منين من النك فبالتالي يادى�장 اليسكوليكس ويدى النك هي بتتكون من النك فبالتالي أول سيجمنت جنب النك ده بيبقى إيه بيبقى immature أو غير ناضج اللي هو الصغير في السن بعد كده بقى شوية هيبقى مينelen هيبقى mature أو ناضج بعد كده هيكون الجرافت سيجمنت اللي هي السيجمنت الحامل اللي بيبقى فيه ايه بيبقى فيه الإجزة بتاعة السيستودة يبقى تاني البروجلوتت قلنا ان هي بتتكون منين بتتكون من النك قلنا ان هي عبارة عن ايه عبارة عن immature segments دي اللي بتبقى قريبة من النك بعد كده عندنا immature segments اللي بتبقى بعيدة شوية عن النك بعد كده الجرافت سيجمنت أو السيجمنت الحامل اللي بيبقى في آخر السيستودة خالص اللي بعيد خالص عن النك وده بيبقى جواه ايه؟ جواه الأجز بتاعة السستودة يبقى تاني تكلمنا عن إيه لغاية دو وقت تكلمنا عن الجنرال كاركترز وقلنا فيها ايه؟ قلنا ان السستودة دي طيب لايك شبه الشريط وقلنا ان هي فلاتند وقلنا ان هي سجمينتد وقلنا ان هي ما عندهاش بادي كافتي وما عندهاش جي اي تي وقلنا كمان ان هي أوفي بيروس وان هي هيرمافروديت يعني ما عندهاش ميل لواحده ولا في ميل لواحدها اللي اتنين بيبقوا سواء طيب بعد كده اتكلمنا عن البادي بتاعها بيتقسم لكم حاجة تلات حاجات اللي سكوليكس وده وظيفة انه هو يعمل لها التاتشمنت او يثبتها جوه الول بتاع الاسمه الانتستن طب بتثبت نفسها ازاي بتلات حاجات اما يكون عندها ساكرز اللي هي الممصات واما يكون عندها هوكس اللي هي الخطاطيف واما يكون عندها جروفز اللي هي حتة منخفضة جوه الاسكوليكس بعد كده عندها نيك النيك دي وظيفتها ايه قلنا ان هي فيري اكتف وهي اللي بتكون من البروجلوتز او السيجمنت بتاعت السستود بعد كده بقى البروجلوتز قلنا ان في منها تلات انواع اما تيور بروجلوتز دي الصغيرة في السن اللي بتبقى قريبة من النيك بعد كده الماتيور بروجلوتز ودي كبيرة شوية النطجة اللي جواها الاعضاء بتاعت الفيميل والميل سيكس اورجانس دي بتبقى بعيدة شوية عن النيك بعد كده اخر واحدة الجرافت سيجمنت دي اللي بتبقى مليانة اجز دي بتبقى ايه بعيدة خالص خالص عن النيك تمام كده وده قلنا الشكل بتاع الساكرز اهي دي الممصات اهيت او الساكرز ودي الهوكس الخطاطيف اهي فوق اهي تمام يبقى كده الدودة دي عندها حكتين ساكرز ويهوكس تمام ودي الجروفز اهي حتة منخفضة جوه السكوليكس بتاع بتاع الدودة حلو بعد كده ادي الدودة اهي قلنا برضو عندها سكوليكس وعندها نيك وبعد كده برو جلوتس او البرو جلوتس بتبقى ايه بتبقى ايه بتبقى ايه متيور اللي هي الغير ناضجة بعد كده الماتيور وبعدين في الاخر خالص بيبقى في ايه الجرافت سيجمنت طيب اللايف سايكل بتاعة السستودز عموما قلنا هتبقى عبارة عن ايه الادلت بتاع السستودز دوت بيبقى موجود جوه السمول انتستن بتاع الدفينيتيف هوست او العائل الاساسي خلاص يبقى الادلت بتاع السستودز ده بيبقى موجود فين جوه السمول انتستن بتاع الدفينيتيف هوست وقلنا بدام الادلت ستيج بتاع الدودة موجود جوه عائل او موجود جوه كائن الكائن ده بنسميه ايه الدفينيتيف هوست تمام طيب الادلت ديت قلنا ان هي اوفي بيرس وبتكون ايجز والإجزة بتبقى موجودة فين جوه الجرافيت سيجمنت طيب الإجزة دي هتنزل فين؟ هتنزل فيه الستول بتاع البني آدم دوت أو بتاع الديفينيتيف هوست بعد كده لو قلنا مثلا هو عمل ستول في مكان خارج الحمام يعني أو في الغيطة أو أي مكان هيجي حيوان أو انترميديات هوست يأكل الإج ديت خلاص يبقى الإجة هتتاكل بمين؟ بيه الانترميديات هوست الإج خلاص الانترميديات هوست أكلها هيحصل إيه بقى؟ الإج هتكبر شوية وتحول إلى لارفا اللارفا دي هتبقى موجودة جوه التشو بتاع مين بتاع الانترميديات هوست بعد كده البني آدم بقى لو جيه أكل اللحمة دي من غير ما تكون مستوية كويس فهو كده أكل اللارفا فهتجيله الانفكشن وهيتكون جوه تاني مين؟ الأدلت ستيج تاني تاني اللايف سايكل عبارة عن إيه؟ قلنا إن الأدلت بتاع السستودة موجود جوه السمول انتستن بتاع مين؟ بتاع الديف هوست الإج بتاعة الدودة دي هتنزل فين؟ هتنزل فيه الستول طيب لو البني آدم ده عامل ستول فيه مكان خارج الحمام أو كده يعني إلا هيحصل هيجي انترميديات هوست يأكل الإج دي الإج هتكبر جوه الانترميديات هوست وتتحول إلى إيه؟ تتحول إلى لارفا اللارفا هتبقى موجودة فين؟ جوه التشو بتاع الانترميديات هوست طيب البني آدم لو جيه أكل التشو ده واتمن غير ما يكون طبخه كويس إلا هيحصل هتتنقل له اللارفا وهيجيله الانفكشن اللارفا دي هتكبر وهتكون جواه الإيه؟ الأدلت ستيج تاني واللايف سايكل إيه؟ تاني هتكمل هكذا تمام؟ بعد كده قلنا نتكلم عن حاجات مميزة في اللايف سايكل بتاعة السستودة قلنا إن الهابيتات إيه هو الهابيتات؟ الهابيتات هو المكان اللي الدودة بتعيش فيه جوه الديفينيتيف هوست تاني دوقتي الدودة الأدلت ستيج عايش جوه البني آدم يبقى البني آدم إيه؟ الديفينيتيف هوست طب الدودة عايشة فين جوه البني آدم؟ دي بنسميها الهابيتات خلاص يبقى الهابيتات بتاعها كان فين؟ هي كانت عايشة جوه الـ small intestine يبقى هي كانت بتعيش في الانتستن يبقى ده الهابيتات بتاعها تمام؟ بعد كده اللايف سايكل قلنا اللايف سايكل بتاعيها بتحتاج إما واحد لإما تنين من الانترميديات هوست يعني هنا زي ما احنا شفنا هنا قلنا إن هي محتاجة إيه؟ intermediate هوست واحد في ديدان تانية هتحتاج إيه؟ هتحتاج كزا intermediate هوست تمام؟ بعد كده قلنا إن الـ primary infection أو العدوى الأولية بتبقى بسبب ال-injection of infective stage تاني هنا البني آدم جات له الانفكشن إزاي؟ من خلال ال-injection إن هو أكل ال-infective stage اللي هي كانت اللار خلاص يبقى تاني لما تكلمنا عن الـ life cycle قلنا الهابيتات بتاع السيستودز عموما فين؟ ال-intestine بتاع الفقريات أو بتاع ال-definitive هوست قلنا ال-life cycle بتاعتها بتحتاج واحد أو اثنين intermediate هوست وبعد كده قلنا إن primary infection أو العدوى الأولية يعني أول عدوى هتيجي للبني آدم هتبقى من خلال ال-injection أو إن هو يأكل ال-infective stage أو الطور المعدي بعد كده بقى فيه ال-classification بتاع السيستودز السيستودز دي إحنا بنقسمها لحاكتين بنقسمها ل-intestinal cystodes عشان بتبقى عايشة جوة ال-intestine وي تيشو سيستودز اللي بتبقى عايشة جوة أي تيشو تاني غير ال-intestine عايشة جوة liver عايشة جوة lung عايشة مطرح ما يعايش المهم إنها مش في ال-intestine تمام؟ يبقى تاني بنقسم السيستودز ل-intestinal cystodes عشان بتبقى عايشة جوة ال-intestine وي تيشو سيستودز عشان بتبقى عايشة فين؟ في other tissue أو عايشة في أي مكان تاني غير ال-intestine المعلومة المهمة إيه هي؟ المعلومة المهمة إن ال-intestinal cystodes بيبقى الأضلت سيستودز بتاع الدودة الأضلت سيستودز بتاع الدودة عايش جوة ال-intestine بتاع البني آدم وقلنا بدام قلنا كلمة أضلت يبقى إيه؟ يبقى البني آدم هيبقى definitive host يبقى بدام قلنا أضلت يبقى ده في إيه؟ definitive host طيب التيشو سيستودز لا ده اللارفا بتاعة السيستودز بتبقى عايشة جوة البني آدم فبدام قلنا كلمة لارفا يبقى البني آدم إيه؟ intermediate host دي الحتة المهمة في الكلام ده كله تاني ال-intestinal cystodes البني آدم بيبقى فيها إيه؟ بيبقى definitive host ليه؟ لأن الأضلت سيستودز هي اللي تبقى عايشة جوة إنما التيشو سيستود البني آدم بيبقى فيها إيه؟ بيبقى فيها intermediate host طيب ليه؟ عشان اللارفا هي اللي بتبقى عايشة جوة طيب قلنا هناخد حبة أمثلة عن ال-intestinal cystodes وعن التيشو سيستودز ال-intestinal cystodes قلنا سكمناها في كلمة إيه؟ تهد أو THD اتنين THD اتنين بحرف T اللي هي التينيا سوليام أو البوركتاب وورم ويه إيه؟ التينيا ساجينة يبقى التينيا سوليام أو التينيا ساجينة ويه اللي اتنين إتش إيه هم؟ الهمينوليبس نانا والهمينوليبس دايمينيوت ويه اللي اتنين دي اللي هم الضيفيلوبوتريام لاتم والضايبليديام كانينيام وإن الأسامي دي حاولوا بس تقروها كده مرة أو مرتين مش لازم تحفظوها قوي لأن كل حاجات دي هتاخدوها إيه؟ هتاخدوها في البورة في السنين الجاية يعني خلاص يبقى ال-intestinal cystodes خدنا عليهم كم مثال؟ ستة اتنين H واتنين T واتنين دي اللي اتنين T تينيا ساجينة وتينيا سوليام اللي اتنين H همينوليبس نانا وهمينوليبس دايمينيوت واللاتنين دي ضيفيلوبوتريام لاتم والضايبليديام كانيني طيب التشو سستودز قلنا برضو THD وقضفنا لهم حرف ال-M وال-E خلاص ايه هم ال-THD بقى؟ قلنا ان هي عندنا cysticircus بتاعت التينيا سوليام والcysticircoid بتاعت الهمينوليبس نانا والاسبرجانا بتاعت الضيفيلوبوتريام والكونيروس بتاعت المونتي سيبس وإلى هيدات السست بتاعت ال-Kine focus برضو نقول ايه هنكرر الكلام مرة واثنين واحنا بنقرأه عشان نحاول يعني ايه نفتكره كده ببساطة طيب لو قلنا تسكيمة بسيطة كده قلنا ايه قلنا ان بدام جاب لك كلمة قبل اسم الدودة فيبقى دي كده ايه تشو سستود ليه؟ لان الكلمة اللي قبل الاسم دي عبارة عن اللارفة الاسم بتاع اللارفة فبدام قلنا لارفة يبقى ايه يبقى تشو سستود يبقى البني ادم فيها ايه انترميديات حوست خلاص يبقى تاني ايه هي التشو سستود اللي عندنا THD وME السيستي سيركاس بتاعت تنياسوليام والسيستي سيركويت بتاعت الهيمينوليب باسنانا والاسبربجانة بتاعت ضيفيلوبوثريام والكونيراس بتاعة المالتي سيبس والهايدات السيست بتاعت الايكاينوكوكس وانا بدام جاب لك اس قبل اسم الدودة يبقى ده كده ايه يبقى ده كده تشو سستود ويقى البني ادم فيها انترميديات حوست بعد كده بقى عندنا المثال اللي هو مين الهيمينوليب باسنانا او اللي اسمها الدوارف تابورم اللي هي الدودة الشريطية الايه القزمة وقلنا هناخد فيها ايه تسع نقط اول نقطة عندنا هي الديزيز وقلنا الديزيز بنجيبه ونحن بنضيف مقطع يزز لاسم الدودة فبالتالي الدودة عندنا اسمها هيمينوليب باسنانا الديزيز اسمه ايه هيمينوليب بيززنانا وقلنا ان هي اسمها برضو دوارف تابورم هي بقى برضو الديزيز بتاع اسمه ايه دوارف تابورم انفكشن طيب بعد كده الديزيز بتاعها موجودة فين على الخريطة منتشرة في انهي دول قلنا ان هي كوزموبوريتان او وورلد وايد يعني موجودة في العالم كله تالت حاجة بقى عندنا هي المورفولوجي او الشكل بتاع الدودة وقلنا هناخد فيه تلات حاجات الشكل بتاع الادلت والشكل بتاع الاج والشكل بتاع اللارفة اللي اسمها ايه سيستي سيركويد لارفة طيب الشكل بتاع الادلت قلنا ان الادلت بتاع الادش نانا اللي هي دوارف تابورم قلنا ان هي دودة شريطية قزمة فطولها بيبقى قد ايه بيبقى طولها 7 ل 50 ملي متر بيطولها كام 7 ل 50 ملي متر طيب بتتكون من كام بروجلوتس او من كام سيجمنت عندها 200 بروجلوتز يبقى تاني القاضلت بتاعها قلنا ان حجمها صغير خالص كام 7 لـ 50 ملي متر وان عندها 200 بروجلوتز طيب لو جينا بصينا دي اللي سكوليكس بتاعها هنلاقي فيه ايه وان هنلاقي فيه ان عندها 4 cup shaped suckers او 4 suckers عندها اتنين همت قدام واثنين الناحية التاني وقلنا ان عندها برضو حاجة اسمها ريتراكتايل رستيلم اللي هي الجزء اللي طالع من راسها دوت وريتراكتايل يعني ايه يعني بتنقبض او بتتحرك طيب الرستيلم دي بيبقى فيها ايه بيبقى فيها single circle of hoax يعني عندها خططيفة هي اللي هي موجودة هنا كده طيب يعني ايه single circle يعني بتكون دايرة واحدة الhoax دي بتكون دايرة واحدة ليه لان فيه دي دان تانية بيبقى فيها ايه دايرتين يعني دايرة فوق ودايرة تحت خلاص يبقى تاني الـ H9 القاضلت بتاعها حجمه صغير 7 لـ 50 ملي متر وقلنا ان هو فيه 200 بروغلوتس طب اللي سكوليكس بتاعها شكله ايه قلنا ان فيه اربعة ساكرز وان فيه ريتراكتايل رستيلم اللي هو الجزء اللي طالع من اللي سكوليكس داوت وان الرستيلم دي فيها ايه فيها single circle of hoax او عندها خططيف يبقى هي هنا بتثبت نفسها بكم طريقة بطريقتين بالساكرز وبيه الhoax طيب بعد كده بقى الـ H قلنا ان الـ H شبه الـ H العادية او شبه البيضة بتاعت الفرخ ليه؟ لانها اول حاجة مدورة يعني spherical تاني حاجة عندها اشرة من بره اسمها الشل وعندها جنين من جوه الجنين اسمه ايه؟ اسمه الـ Hexacanth embryo او الـ Onchosphere جنين بيتكون من 6 خططيف كده يبقى Hexacanth embryo او اسمه التاني Onchosphere قلنا اني بيبقى طالع عندها حبة خيوط من القطبين بتوحها فبنسمي الخيوط دي ايه؟ Booler Filaments بانسام الخيوط دي ايه؟ Booler Filaments يعني خيوط او خيوط اه طالع منين من البولز او الاقطاب بتاعتها يبقى الجنين دي حجمها اول حاجة 30 في 50 مايكرون صغيرة حجمها 30 في 50 مايكرون تاني حاجة قلنا ان هي مدورة او spherical اهي قلنا ان هي مدورة او spherical عندها اشرة من بره اسمها الشل وعندها جنين من جوه اللي هو ده كله اسمه ايه؟ اسمه الـ Hexacanth embryo او الـ Onchosphere وطالع عندها خيوط من القطبين بتوحة اسمهم ايه؟ اسمهم Booler Filaments تمام كده؟ كده الايه؟ بعد كده السيستي سيركويد لارف اللارفة بتاعتها اول حاجة ان هي شبه البلدر شبه المتينة يبقى هي ايه؟ شبه البلدر او بلدر like تاني حاجة ان عندها زائدة شبه الديل دي اسمها ايه؟ Tail like appendage يبقى tail like يعني شبه appendage appendage يعني زائدة يبقى عندها ايه؟ ايه ده شبه الديل اسمها tail like appendage يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ المورفولوجي تاني من الاول الديزيز بتاعنا اسمه هيمينو لبا سنانا او الدودة اسمها هيمينو لبا سنانا يبقى الديزيز اسمه هيمينو لبا سنانا او دوار في تابور مينفكش الجيوجرافية الديستريبيوشن بتاعتها موجودة فين؟ كوزموبوليتن او في العالم كله تالت حاجة المورفولوجي هكده بقى هنتكلم عن life cycle قلنا ان الادشي نانا او الادلتستيج بتاع الادشي نانا موجود فيه البني ادم في السمول انتستن بتاعت البني ادم والادشي نانا او السستودة ديات جواها ايه؟ جواها جرافيت سيجمنت اللي هي ايه؟ السيجمنت اللي مليانة الاجز الجرافيت سيجمنت دي بتفرقع ويه بتطلع الاجز جوه السمول انتستن طبعا الاجز اللي عندها سكوليكس ولا عندها ساكرز ولا عندها اي حاجة فبالتالي الاجز دي هتمشي مع الاكل لحد ما تنزل فيه اللستول يبقى الاجز هتنزل فين في اللستول هيكي الفلي لارفا او اللي هو البرغود الصغير هيكل الاج دي يبقى الاج مين اللي هيكلها؟ هيكلها الفلي لارفا او البرغود الصغير وهتتحول جواه للسستي سيركويد لارفا يبقى الاجز هتكبر هتتحول لإيه؟ للسستي سيركويد لارفا إنما الفلية لارفة هيكبر برضو ويتحول لإيه؟ لفلية كبير يبقى كده عندنا الفلية لأضلت فلية دوت جواه السيستي سيركويت لارفة بعد كده البني آدم بقى هيكل الفلية دوت عن طريق الخطأ بإنه الأكل بتاعه مكشوف وهكذا خلاص يبقى ثاني نضيف سايكل أول حاجة أول طريقة عندنا الإنفكشن إيه هي؟ إن البني آدم بيبقى جواه الأضلت ستيج بتاعت الإتش نينة فين جوا الـ Small Intestine بتاعته وإحنا عارفين الإتش نينة دي عندها جرابت سيجمنت مليانة إجز الجرابت سيجمنت هتفرقع وهتخرج لنا الإجز جواه الـ Small Intestine الإجز مش عارفة تثبت نفسها هيحصل إيه؟ هتنزل فيه اللستول بعد كده هيجي الفلية لارفة هتاكل الإج ديت وهتتحول جواها ليه سيستي سيركويت لارفة إنما الفلية هيكبر الفلية لارفة هتكبر وتبقى فلية عادي فيبقى عندنا كده الأضلت فلية جواه مين؟ جواه السيستي سيركويت لارفة بتاعت الإتش نينة والبني آدم هيكل الفلية دوت عن طريق الخطأ ويتكون جواه أضلت تاني وتستمر إيه طورة الحياة طيب هل فيه طريقة تانية للإنفكشن أو فيه طريقة تانية إيه هي؟ إن بدل ما الفلية لارفة هو اللي ياكل الإج لأ بني آدم تاني هو اللي ياكل الإج يبقى الإج مين اللي هيكلها؟ هيكلها بني آدم تاني خالص وبرضو هيجيله الإنفكشن ليه؟ لأن الإج دي جواها ماتيور إمبريو اسمه إيه؟ اسمه هيكسا كانت إمبريو أو أونكوسفير يعني الإج دي هتهاتش أو هتفرقع وتخرج الإمبريو بتاعها جواه اللي اسمه الإنتستن بتاع البني آدم التاني دوت وهيجيله برضو الإيه؟ الإنفكشن دي كده تاني طريقة طب تالت طريقة إن البني آدم هو هو اللي نزل الإج هو اللي ياكل الإج تاني تاني إيديه ملوسة ما يصلش إيديه بعد الحمام فالإج موجودة على إيديه أو على دوافره وبعدين لما يجيه هيكل أكلها معاه مرة كمين فبالتالي هتجيله برضو إيه؟ هتجيله الإنفكشن وبما إن البني آدم عادة نفسه بنفسه يبقى دي بتسميها حاجة اسمها أوتو إنفكشن بما إنه عادة نفسه يبقى اسمها إيه؟ أوتو إنفكشن طب إكسترنال ولا إنترنال أوتو إنفكشن بما إن الإج خرجت في اللستول بره الجسم خالص بره يبقى إيه؟ يبقى إكسترنال أوتو إنفكشن طيب إيبقى إحنا كده أخدنا كم طريقة لعدوى؟ ثلاثة أول حاجة إن الإج هتنزل في اللستول مين اللي هيكلها؟ هيكلها الفليلار دي كده أول طريقة طب تاني طريقة إن الإج هتنزل في اللستول مين اللي هيكلها؟ هيكلها بني آدم تاني خلاص؟ طب تالت طريقة إيه اسمها إيه؟ إكسترنال أوتو إنفكشن أو إن البني آدم هو هو اللي نزل الاج هو هو اللي يكلها تاني ودي اسمها اكسترن لان الاج خرجت برا الجسم بعدين ايه اوتو انفكشن عشان هو عاد نفسه بنفسه طيب اخر طريقة او رابع طريقة اسمها الانترن ال اوتو انفكشن ان بدل الاج ما هتنزل فيه الستول لا الاج هتتنيها جوه السمول انتستن وهتكون اللارب تاني ادي السمول انتستن بتاعة البني اده ما هي جواها الادلت بتاع الاج نانا اللي هيحصل وانا ال جرافت سيجمينت هتفرقع وهتخرج لنا الاجز الاجز في الطريقة دي مش هتخرج برا الجسم اما لها هتعمل ايه لأ هتدخل جوه الول بتاع السمول انتستن تكون السستي سيركويد لارفا بعد كده سستي سيركويد لارفا لما تكبر تنزل تاني جوه اليوم بتاع السمول انتستن وهي تكون اضلت تاني يبقى دي بنسميها ايه بنسميها انترنال اوتو انفكشن ليه اوتو انفكشن؟ بني آدم برضو عادة نفسه بنفسه محدش عادية وإنترنال ليه لأن الإج ما خرجتش برا الجسم لأ تنتها جوه اللسمون انتستن ما خرجتش منها خلاص يبقى كده اللايف سايكل اتكلمنا فيها عن إيه قلنا إن الانفكشن بتحصل به أربع أشكال تمام قلنا الإنفكشن بتحصل بأربع أشكال أول حاجة إن الأدلت بتاع الإج نانا موجود جوه اللسمون انتستن بتاع البني آدم فيه جرافت سيجمنت الجرافت سيجمنت هتفرقع هتخرج الإجز الإجز هتنزل فيه اللستول اللستول أو الإج دي مين اللي هيكلها هيكلها الفلي لارفا اللي هي البرغوت الصغير وهتتحول جواه ليه سيستي سيركويد لارفا والفلي لارفا نفسها هتكبر وهتكون لنا في ليه كبير بعد كده البني آدم هيكل الفلي دوت اللي جواه السيستي سيركويد لارفا وتجيله الإنفكشن أو إن الإج دي مين اللي يكلها هيكلها بني آدم تاني خالص أو إن الإج يكلها نفس البني آدم ودي بنسميها External Auto Infection أو رابع حاجة إن الإج مش هتنزل في الستول أصلا أممال إيه؟ لأ هتنيها جوة Small Intestine و بعد كده تكون اللارفة بتاعتها ودي بنسميها إيه؟ بنسميها Internal Auto Infection طيب لو جينا نشوف العناصر بتاعة Life Cycle بتاعتنا هنقول إن البني آدم هو Definitive Host لإن كان جواه من جواه الأدلت ستيج وبرضو نعرف إن الرودنز أو الكوارد ممكن تحل محل البني آدم أو تبقى هي إيه؟ Definitive Host لو أكلت هي البراغوت طيب دي كده أول حاجة تاني حاجة من الانترميديات هوست بتاعنا الانترميديات هوست هو الفلي لارفة أو براغوت الصغير أو ممكن تكون حشرات تانية زي الخنافس أو السراصير تمام؟ وفي طريقة برضو في الانترميديات هوست قلنا إن البني آدم بيتكون جواه ساعات اللارفة إمتى في الانترنال أوتو انفكشن؟ في الانترنال أوتو انفكشن البني آدم بيتكون جواه اللارفة صح؟ مش قلنا الإج ما بتخرجش برا الجسم؟ لا بتتكون إيه؟ بتكون اللارفة جوا الجسم بتاع البني آدم فبقى إن البني آدم تكون جواه اللارفة يبقى برضو البني آدم ممكن يبقى Intermediate Host خلاص؟ بعد كده قلنا إن الإج دي لو جينا عايزين نعمل تحليل البني آدم وعايزين نشوف عنده الانفكشن ولا لأ هنعمله ستوري اجزامينيشن صح؟ هنلاقي فيها إيه؟ هنلاقي فيها الإج يبقى الإج دي هي الدياجنوستيك ستيج طيب العدوة حصلت بسبب إيه؟ قلنا في أول طريقة العدوة حصلت بسبب إن البني آدم أكل الفلي اللي جواه السيستي سيركويد لارفة فبالتالي يبقى السيستي سيركويد لارفة دي إيه؟ Infective stage أو في التلات طرق التانين اللي حصل العدوة حصلت بسبب إيه؟ بسبب إن البني آدم تاني أو نفس البني آدم أكلوا مين؟ أكلوا الإج بقى الإج دي هي مين؟ هي برضو الانفكتف استيج طيب تعالوا نبص هنا الهبيتات بتاع الـ H-nana كانت موجودة فين؟ جوه السمول انتستم بتاع البني آدم تحديدا فين؟ تحديدا جوه جزء اسمه الإليم إيه الإليم ده؟ قلنا إن السمول انتستم بتاع البني آدم بتتقسم لثلاث أجزاء جزء الأولي اسمه الـ Deudenum أو الـ 12 الجزء الثاني اسمه الججنم والجزء الثالث اسمه الإليم فهي بتبقى موجودة فين؟ في الأبر 2-3 بتوع الإليم وإن الـ Definitive Host هو مين؟ هو البني آدم لإن جواه الـ Adult Stage وممكن يبقى Irroudence أو القوارد الـ Intermediate Host قلنا مين؟ Flee larva تمام؟ وقلنا ممكن يبقى الخنافس أو السراصير وقلنا المان إمتى برضو المان بيبقى Intermediate Host؟ في الحالة بتاعة الـ Internal Auto Infection تاني ليه المان بيبقى Host هنا؟ بيبقى Intermediate Host لإن هذه الإجهية مش هتخرج برا الجسم مال إيه؟ هتدخل جوه الـ Wall تكون لنا اللارفا بما إن البني آدم تكون جواه اللارفا فهنسميه إيه؟ Intermediate Host تاني الأدلت موجود في أي حتة بنسمي الكائن ده الـ Definitive Host اللارفا موجودة في أي حتة بنسمي الكائن ده إيه؟ Intermediate Host بعد كده الـ Infective Stage كانت الإجوي السيستي سيركويد لارفا اللي اتنين بعد كده هنتكلم عن المود أوف انفكشن المود أوف انفكشن أو الانفكشن حصلت إزاي؟ طبعا قلنا برايماري باي إيه؟ باي إنجيش إن هو أكل الـ Infective Stage قلنا إن هي لها برضو شكلين أو 3 أشكال قلنا إن هي إما تبقى Direct وإما تبقى Indirect Direct يعني إيه؟ يعني حصلت مباشرة مباشرة يعني محتاجناش لـ Intermediate Host فبالتالي البني آدم جات له الـ Infective Stage أو إن هو أكل الإج على طول Direct من غير ما نحتاج ليه Intermediate Host إنما في الـ Indirect لا إحنا احتاجنا Intermediate Host تكون جواه من السيستي سيركويد لار يبقى الطريقة بتاعة الفلي لارفا دي كانت إيه؟ دي كانت Indirect Infection إنما الطريقة اللي بني آدم تاني تعادى كانت إيه؟ كانت Direct Infection ليه؟ لأن هو كان أخذ الإج على طول فيكو أورال ما حتاجناش لـ Intermediate Host خلاص؟ يبقى الإنفكشن بتحصل إما Direct وتبقى إيه؟ وإما Indirect Indirect لو حتاجنا Intermediate Host أو Auto Infection والـ Auto Infection دي بنعتبرها برضو Direct لأن ما بتحتاجش فيها Intermediate Host قلنا Auto Infection عندنا نوعين External Auto Infection ودي إمتى لما الإج خرجت بره في الستول بعدين البني آدم هو هو أكل الإج دي تاني فعمل نفسه إيه؟ External Auto Infection أو Internal Auto Infection دي إمتى لما الإج كسلت تخرج بره الجسم ويكونت اللارفا جوه الانتستن بتاع البني آدم يبقى العادة نفسه Internally يبقى دي اسمه Internal Auto Infection قلنا في الحالة دي البني آدم بيبقى إيه؟ بيبقى Intermediate Host بالإضافة لأنه أصلا كان إيه؟ كان Definitive Host تمام؟ بعد كده بقى هنتكلم عن الباسولوجي قلنا إن الباسولوجي أو إيه اللي بيحصل ليه الأعضاء بتاعة الجسم اللي هي مفروض يعني إن هي الانتستن إيه اللي بيحصل في الانتستن؟ قل لك إما يبقى فيه No Significant Lesion يعني إيه No Significant Lesion؟ يعني ما حصلش أي حاجة في الانتستن وإيه الانتستن كويس؟ أو إنه لو الانفكشن دي كانت قوية شويتين كانت بتبوز فيه الجدار بتاع اللي اسمه الانتستن فيحصل لنا Inflammation اللي هو Intestinal Inflammation يبقى تاني الباسولوجي على مستوى العضو اللي هو الانتستن إما يبقى No Significant Lesion ما حصلش أي حاجة في الانتستن أو إنه يحصل شوية إيه؟ Intestinal Inflammation طيب تاني حاجة Clinical Picture أو الأعراض اللي هتظهر بقى على المريض نفسه قلنا إنه لو المريض نفسه أصلا الانتستن بتاعته كان فيها No Significant Lesion أو ما حصلش فيها حاجة فبالتالي مش هيظهر عليه أعراض أو هيبقى Asymptomatic أو لو هو حصل له شوية Intestinal Inflammation هيحصل له بقى إيه؟ هيظهر عليه إيه؟ هيظهر عليه Abdominal Disturbance أو إنه بطنه بتوجعه شوية أو إنه هو مش مرتاح وهكذا خلاص يبقى تاني قلنا الباسولوجي وي الكلينيكال بيكتشر قلنا الباسولوجي لو فيه No Significant Lesion ما حصلش أي حاجة للإنتستن فبالتالي مش هيبقى فيه أعراض أو هيبقى Asymptomatic Clinical Picture مش هيبقى فيها أعراض طيب لو حصل هنا شوية Intestinal Inflammation اللي هيظهر على المريض هيظهر عليه شوية Abdominal Disturbance أو يعني حبة لخبطة كده في الأبدومين بتاعه طيب آخر حاجة بقى هنعمل Diagnosis زي أول حاجة إن إحنا نلاقي أو هنعمل إيه هنعمل Stool Examination فهنلاقي فيه مين الإج اللي هي Diagnostic Stage يبقى Diagnosis هيبقى من خلال اللي إحنا نعمل Stool Examination هنلاقي فيه مين الإج هنلاقيها فيه فيه Stool Examination طب الإج دي كان شكلها عمل إزاي قلنا إن هي Spherical وعندها إيه وعندها شيل من بره وعندها Hexacanth Embryo وونكوسفير من جوه وبولر Filaments تمام بعد كده Treatment هندي إيه هندي Brosey Quintal اللي هو Most Effective أو First Choice بعد كده ممكن ندي نيكلوزامايد وده Second Choice يبقى تاني مين First Choice البرosey Quintal إنما Second Choice مين النيكلوزامايد أخيرا إزاي هنعمل من خلال إحنا نخلي بني قدم ده يخسل إيديه ويبقى فيه Environmental Sanitation طيب ونه يخسل إيده وإن هو Treatment لإنفكتد يعني لو في حد عيان معاه في البيت أو كده لازم نعالجه عشان ما يتنقلوش العدو وآخر حاجة إن احنا نعمل Insect ويروتنت كنترول إن لو في حشرات أو كده نقتلها بي المبيض الحشر يبقى إحنا كده خلصنا الDiagnosis قلنا هنلاقي فيه Egg في Stool Examination Treatment قلنا براسي هو First Choice وإنما الNicloser Mid هو Second Choice وقلنا Prevention من خلال Sanitation والهيجين وإن نعالج Infected Person وإن يحصل Insect وRodent Control طيب هنحل دوقتي كم سؤال كده بصورة على المحاضرة قلنا أول سؤال بيقولك True أو False Cistodes Are Not Segmented قلنا طبعا لا هي هي Segmented صح يبقى الإجابة دي قلنا قلنا No Body Cavity وما عندهش GIT السؤال اللي بعده Cistodes Has GIT لسه إيلا قلنا لا ما عندهش لا GIT ولا عندها Body Cavity طيب الـ H بتاعة الـ H Has Booler Filaments أو قلنا ان هي عندها Booler Filaments طيب All Cistodes Have أو Has Gravit Segment All أي حاجة فيها All بنعتبرها غلطي يعني مبدئيا بس هل كل فعلا السستودات عندها Gravit Segment لا مش كل السستودات عندها Gravit Segment في حاجات هناخدها قدام ما عندهاش Gravit Segment تمام طيب بيقولك Cistodes Characterized Boy إن هي إيه هل هي Flattened Leaf Like ولا هي Flattened Tape Like ولا هي Slenderical احنا قلنا إن هي Flattened صح وإن هي Tape Like لإن هي أصلا Tape Word طيب Examples of Sistodes هل هي H Nana ولا الهتروفز هتروفز ولا الشيستزومة طبعا ال H Nana طب الهتروفز هتروفز دي كانت إيه دي تريماتودة والشيستزومة برضو تريماتود طيب السستودات هرمافروديت ولا Syberate 6 السستودات هرمافروديت طيب يعني إيه هرمافروديت يعني خنثة أو عندها الميل والفيميل 6 organs طيب السستودات دي أوفيبيرس ولا لارفيبيرس الجيوجرافكال ديستروبيوشن بتاع ال H هل هو كوزمو بوليتن ولا هو في الفار إيست ولا هو في الساوث أفريكا قلنا إن هي كوزمو بوليتن أو موجودة في العالم كله طيب السؤال ده غلط خلاص خليس سيبكم منه الفانكشن بتاعة الإسكوليك بتاع الإتش نانا is due to presence of الإتش نانا الإسكوليك بتاعها وظيفته إيه ليه هي كان عندها ساكرز و هوكس مش ساكرز و جروفز لا تمام طيب النك بتاعة الإتش نانا is نارو ولا flattened ولا near to the سكوليك إيه النك إيه السكوليك هو تمام وعندنا النك النك بتاعتها هل كانت نارو يعني إيه نارو يعني ديقة أكيد نارو أي حاجة بيبقى لها رقبة بيبقى بيبقى نارو أقصر أو أصغر من العرض بتاعة السكوليك سيبقى هي كانت نارو أو كانت نارو هل هي flattened أو هي flattened زي بقيت الجسم بتاعة الدودة flattened near to the سكوليك معكيد النك هتبقى near to the سكوليك يبقى قول تمام بعد كده the segment near to the سكوليك is segment near to the سكوليك يعني اللي قريبة من السكوليك أو قصده اللي هي قريبة من النك برضو هتبقى mature ولا immature ولا contain eggs contain eggs يعني gravity segment يعني تاني السيجمنت اللي قريبة من السكوليك وبالتالي هتبقى قريبة من النك هل هي هتبقى المature ولا المature ولا gravity لا المature طيب الهابيتات بتاع الـ H نانا فين وانا هي كانت بتعيش فيه الـ بتاع definitive host بعد كده الـ infective stage بتاعة الـ نانا قلنا ان كان فيه اتنين infective stage اصلا كان العدوى بتحصل به اربع طرق اول طريقة عن طريق الفلي كان مين فيها infective stage كانت بتبقى assistive circuit larva انما التلات طرق التانيين كانت infective stage كانت بتبقى egg فبالتالي هي عندها اتنين infective stage assistive circuit والأي فبالتالي both طيب الانترميديد host بتاع الـ is البيتل ولا المان ولا both هل هي الخنافس ولا البني آدم ولا الـ 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 ليه الـ الـ قلنا لأن المان في الحالة بتاعة الـ internal auto infection بي act as intermediate host طيب root of infection with الـ is العدوى بتاعة الـ بتحصل فيكو oral infection ولا auto infection ولا الـ قلنا فيكو oral دي direct قلنا ان كان فيه direct infection طيب هل هي auto infection قلنا او كان فيه external و internal auto infection طيب الـ الـ is bladder like ولا kidney like ولا non يعني مفيش ولا واحدة صح كانت ايه كانت bladder like طيب drug of choice drug of choice يعني مين الفيرست choice عندنا او drug of choice بتاع الـ هل هو النكلوز ولا البرازي quantile ولا الـ احنا ممكن نستخدم الـ اتنين بس مين المفضل كان البرازي quantile طيب مين بقى second choice بتاع treatment تال اتش nana كان البرازي quantile ولا النكلوز نكلوز مين نكلوز طبعا الحاجات الثانية موجودة في محضرات تانية انما كان عندنا هنا مين مين second choice نكلوز طيب الـ ايج hatches in the intestine resulting in heavy infection instead of passing in feces this method of infection is cold يعني بيقولك دوقتي ان الـ ايج فرقعت او او فرقعت يعني وطلعت الـ embryo بتاعها في small intestine وما خرجت في feces يبقى دي الطريقة دي كان اسمها ايه كنا قلنا عليها internal auto infection طيب definitive host of itch nana كان مين مين المان صح وقلنا مين اللي بيحل محله الردنس بقى المان والردنس اللي اتنين highly dividing cells present in يعني مين الحتة اللي عشان تكون لنا البرو glottis بعد كده الورجن of fixation بتاع الـ nana مين اللي بيخليها تثبت نفسها هل هي suckers ولا hooks ولا grooves ولا both suckers and hooks قلنا اي both suckers and hooks وبكده الحمد لله انكم خلصنا المراجعة بتاعتنا على السستودز ربنا يوفقكم ان شاء الله في الامتحان ويرب تكونوا استفدتوا لو محتاجين اي حاجة ابعثوا في التعليقات